تنطلق فراص الانتاج على بركة الله عمر الأربع سنوات فأكثر على جائزة الأمير عبد العزيز بن جلوي بن تركيا السعود مسافة الميل لليان تبدأ الانطلاق مع لويس موراليس صاحبة الصدارة صاحبة المركز الأول لليان تقود الصدارة مع لويس موراليس ابنة بيتهوفن في المركز الثاني سحابة الصيف وشاهد المركز الثاني لكسبة مع عبدالله الفيروز ابنة مدلل فيما المرشحة لان تتقدم قدار للمركز الثالث آيات أحد الأفراس المرشحة كذلك هي في المركز الرابع قدار للمركز الثاني لان تتقدم من الخارج ولليان لازالت تقود أفراس الانتاج في هذا الشوط كسبة لان تتقدم للمركز الثالث وقدار لان بدأت الخيل بالتحرك لان الخيالة يعطون الخيل أوامر الانطلاق لان قدار ابنة علم مع محمد الدهام تقود صدارة الأفراس في هذا الشوط لليان في المركز الآن الأول تتقدم قدار في المركز الثاني تلاحق من الخارج الآن وشاهد محاولات من صلفة بداية الخط المستقيم بداية الانطلاق للأفراس قدار ابنة علم تتقدم من الخارج لابناء الملك عبدالله ابن عبدالعزيز قدار الفرس الحمرة ابنة علم مع محمد الدهام تنفرد للصدارة والمركز الأول انتصار السابع لقدار من أول مشاركة ألف مبروكة لابناء الملك عبدالله ابن عبدالعزيز أول مشاركة في موسم سباقات المصيف اشتركوا في القناة